حلمي كنت افتحة بشريف مش دارسة طبق صح؟ لا كله اجا من بيتي يعني شغلي بلش بالمزح ام شريف على اسم ابنك شريف كل ولادك بيساعدوك؟ ايه عنده ياسمينة بساعدني عنده نبيل بيساعدني شريف كان بده يساعدني ما خليته قديش كان بده جرقه؟ ما كانت شغلي هيني بس عملتها وما كانت بده للحقيقة افشل مش كرميلة المادة يعني معنوياً بخاف من الفشل النصائح اللي بتعطيها لكل امرأة تقدر توصل كاريير ناجحة وتقدر توفق بين شغلها وبين بيتها دل ماعتبر حالة مرة يعني ما تعمل حالة رجال بتجربته امباور اللبنانيين ما فيه إذا حالة ما بتزقيف تا قدي صعب اليوم الواحد يكون عنده بزنس بلبنان؟ صار لبنان مدرسة صار كل واحد بده يسافير بيجي بقوله ايه اوكي تفضل ميراي حايك إذا طلبت منك كيف تعرفين عن حالك؟ أنا قبل كل شي ميراي شاكور مجوزة حايك وام شاريف يعني ست بيت كنت وام قبل كل شي ومع الوقت عملت الكاريير الطبعي اللي هي مطاعم ام شاريف بس كله اجا من بيتي يعني كنت اطبخ كتير بالبيت لأصحابي كنت اخذ كتير كوكين كلاسز وهيك اكتشفت الشغف اللي عندي للطبخ وللأكل من وراء عيلتي يعني وبلشت بمسحة شوي شغلي بلش بالمزح بالمزح والباشن بذات الوقت كنت قاعدة مرة بالبيت واجه خيه اللي بديك تفتحي مطعم انا قلت له اه افتح مطعم اذا بدك هيك بلشت القصة هالليك خيه بديك تفتحي مطعم كنت اطبخ بالبيت اكل طيب ولكل اصحابي يشجعون لازم تفتحي مطعم لازم تفتحي مطعم كنت اعمل كل شي يعني من المالح للحلو يعني كنت ومن بعد البرية فتحت مطعم اليسمينة الهندي وبعدين بلشت ام شريف بلشت بام شريف يا لكان هو عطول حلم ام شريف كان عطول عبي اللي افتح مطعم لبناني اه بيمسي البيت اللبناني يعني بيتنا طيب ليه بلشت بالستيك هاوس وبالهندي قبل ما تبلش بلشت الا انه لانه استيك هاوس اتوقف يعني اللبناني كان حلم بس كنا وقتا فتحت انا بقى من شنك بلشت بلستيك هاوس بس مين كنت انا عطول عم فكر حلمي كنت افتح ام شريف بقى سيه ابيت ام شريف على اسم ابنك شريف بلش مشروع ام شريف مشروع ام شريف بلش بلبنان بمونو وبعدين طورت هالمشروع طب ميلاي حايك من هالسيدة منزل ام ولاد كانت تحب تطبخ مش حتى يعني مش دارسة طبخ صح لا هيوية لا مشروع بلشت تفتح مطاعم وبلش ام شريف اليوم صار ام شريف مطعم لبناني موجود بالعالم يعني اليوم موجود بالامارات موجود بكطر موجود بمونكو موجود بلندن وبعد شيء بلندن وبكل بتتربع بلاد العربية يعني بسعودية وبدباي بسعودية وبدبي وبكطر وبسوريا وبالبحرين وبركي ما عرف سنسيتش واحد وعنديك رح تفتح بريز رح تفتح بريز وبركي بليونين بليونين كمان كيف اليوم امرأة سيدة منزل امولاد بتكون عاطي كل حياتها لولادها لبيتها ونحن بعالم عربي خاني نكون معترفين انه بالقبل يعني قبل وقت الواحد بيقول انه هو بالبيت ما بيكون عنده هادي الجرأة انه يبلش هادي الشغل اديش كينبدا جرأة اديش كينبدا مش بس جرأة انه الواحد يكون عم بيعمل هادي الافنتور هدا التحدي عم ينجح اديش بده واحد يفوت بالتفاصيل تيكون ناجح تيقدر يوصل وتيوصل للعالمية يلي اليوم ام شريف وصلت له تعال فينا ايلا بدقليك شي انا اذا بدي فكر بيلي عملته بتعبه هلا اليوم اذا بدي ارجع فكر انه اذا ما فيه فكر فيهم تصوق يعني شو في قدي بس وقت فتحت انا البرية اللي هو كان اول واحد كانوا ولادي بعمر كبروا شوي دونك صار وقت تكوني ما عم تشتغلي بتاعد بالبيت كل نهار ترمي بدون يجو الولاد في نحن منعرف ستتة البلونية والسوشال لايف طبعا نقدم الحبه وهيك اوقات يجو الولاد عالبيت يمكن قولي خيانظهر شوي بالعكس الشغل خليني استعمل الوقت بطريقة احسن كنت روح اشغلي بكير ارجع ترمي راجعت الولاد عالبيت وقعد معهم تينام وروح المطعم للليل ما كنت شغلي هيني بس بس عملتها وما كنت بدي للحقيقة افشل بشغلي كنت انا اذا طلعلي قطعت ستيك مش طيبة تخبى بالمطبخ وما اظهر يما يعني اوقات كنت ابكي بس الاشي ما يطلع مظبوط تتعودت مع الوقت هلأ اليوم ستعرفي في حل المشكل صرت بواجه المشاكل بطريقة اروى يعني كتير نضجط مهنيا من عشر سنين لليوم لان بدي خبرك شغلي يعني خمس عشر سنة شغل لالي هني قد تلاتين شغل تلاتين سنة لانه نونت ستوب يعني بخمس عشر سنة ما انا اخذي شهر فرصة اذا بتحضي الايام يلي انا بكون غايبة فيهم عن شغلي ما بيطلعوا شهر مطعم هني كتير صعب واحد يفتح مطعم وكتير دقيقة لانه الاكل الاكل اذا فيه غلطة وحدة مشكلة مش بس انه يكون الشخص اللي عم بياكل عندي كم كان صار فيه غلطة بسحن بس حتى بكل شي بالدقة بالنظافة بكل شي يعني اذا الواحد يجي بتطلع منا مهنة هيني انا واحد يفتح مطعم ومني يكفتح مطعم واحد فكيف هالقد اليوم قدرت تنسقي ما بين كل هالمطعم اللي كنت فيتحتها وبعدك هلأ عندي كل هالمطعم كيف تقدر تلحق وتنظم حالك وكيف تقدر تلحق التفاصيل كل التفاصيل بكل مطعم بكل بلد يعني أنا اذا بفرجيك كيف بشتغي يعني اذا بتشوفي شوي تليفوني بتشوفي انا كيف كل يوم بحكي بلدين برا كأنهم كأنهم بحكي مطعم لبنان قرفت كيف يعني بدلوا حاسين بوجودنا بعرف شو بيبقى الويك بوينت طبعون على طول بتواصل معون على طول بحكي معون يعني نحنا انا لقلي مش انه خلاص فتح المطعم فرانشيز وخلاص I'm fine بالعكس كل يوم بقلق عليه اكتر من يوم مش انه بتعتبر انه عطيت الفرانشيز وخلاص بالعكس يعني حتة اللي برا بيقولوا لا يعني في مرة انا غبت شوي عن السمع يمكن ارتاحوا مني بلد برا ارتاحوا انا خيل لا كان بني شي كنت صاخنة ياما شي رجعت عملت كورونا قد أربع تيين بالبيت نزلت بالجروبيت يعني عاملي جروبيت مع برا يعني شاف اللي برا بتعامل معه كأنه شاف بلبنان بشوفه كل يوم يعني فيها الرابار يعني حتى بعرف مين المدير اذا المدير تغير بعرف فيه اذا حدا نغايب بعرف فيه اذا صار مع زبون برا بعرف فيه يعني كتير بالحقون عن قريب انا الحقيقة بحياتي بعمل شغلتين باهتم بعيلتي وبشتغل هلأ اللي منيح انه كتير مهم شغلك يكون هوايتك يعني انا طلع هيدا هوايتك بالاصل منه شغلك اكتشفت هالهواية وبعدني فيه اوأتي تكون هوايتك كل يوم بتتحمس اكتر من يوم يوان تضو باتر وما بديك تفشلي دونك وبخاف كتير من الفشل وبخاف كتير من الفشل صدقيني مش كرميل المادة يعني معنويا بخاف من الفشل والمادة اكيد لانه صار فيه كذا عائلة معي بطلت انا لحالي مرة فتها مطعم عم بتسلى بطلت تسلي دي اليوم صار تقريبا فيه اشخاص بيشتغلوا بهالمجموع يعني دجا نحن كل العائلة مشتغل انا خي يعني نحن هولي عائلتين ولادي وغير ولبنان فيش اربعمائة عائلة وبلاد برا كتار يعني ما في يقول نمبر لانه كتير كتار صاروا ما بعرف اديش تقريبا اليوم المرأة بالعالم العربي دايما بتواجه انه الصعوبات انه كيف تقدر تكون عم تحكي بشغل تتعاطى بشغل تواجه وهي كان اكتر قبل من اليوم اليوم تغير الوضع وصارت المرأة بالعالم العربي عم توصل اكتر واكتر وعم تعطي ادوار اكتر واكتر ونجحات انت اليوم شو التبس النصائح اللي بتعطيها لكل امرأة او لكل صبية عم بتبلش بحياتها كيف دا تعرف توفق بين اتنين وتكون امرأة ناجحة عم تعطي تقدر توصل كاريير ناجحة وتقدر توفق بين شغلة وبين بيتها يعني هي اهم شي واحد ينظم وقته لانه في كتير نسوين ما بيشتغلوا اوقات وما بيكونوا موجودين ببيتهم يعني انا بلاقي في واحد ينظم لمن بيعرفي يعطي كل شي وقته هو القاعدة بالبيت مش انه تقعد ثمان ساعات قد ما تقعدة مع ولاديك يعني قاعدة ساعة مع الولاد الى معنا احلى ما تقعدة ثلاث ساعات يمكن قاعدة بوجهن بس ما عم بتحكي معهن دون كله بينعمل اذا واحد بده وكتير مهم المرأة انا برأي بكل بلاد العالم مش بس ببلاد العربي دل دل ماعتبره حالة مرأة يعني ما تعمل حالة رجال وكونترير هاي ده ميزة لقلة تكون مرأة ودل ودل ومحافظة محافظة عمر كذا از اومن يعني ناتو بيكم امان وكي عم نحكي كتير بال انه المرأة ورجال مثل بعضهم وهيك بس المرأة عندها صفاتها كتير حلوة ما تفقدون يعني قدمة تكبر وقدمة تشتغل وقدمة هيدا بالعكس لانه هي تكون مرأة هيدا بيسهلها كل شغلة بالحياة لانه بتكون نعمة بتكون ريئة بتكون عندها بيدارولها شعورة انا يعني بقولون انا احسن شي بشغلة انا مرأ وبيشتغل معي رجال يعني اذا عيدتي بيقولوا ييه معليش عيب مرأة ما بيوجه هو بالعيد بالعكس يعني كنت تخيلوني رجال يلي اوقات كمانها بيتحملوا بيتحملوا اوقات ضغط مرأة عليهم بالعكس انا بقدرها لان انا ما بشتغل عند كتير رجال حولي وكتير بقدر شغل معهم عند رجال اوقات كمان جنين من مناطق كتير بعيدة وما فيه قليك قدام بيحترموا المرأة هيدا اهيان شي عملتوا بحياتي اليوم اذا الواحد نصايحيك لشخص عم بيبلش شغل عم بيفكر يفتح مطعم او عم بيفتح عم بيبلش يشتغل بشي بدو يفتح شي لقلو شو سر النجاح كيف اليوم الواحد بيتمكن انه ما يكون عم بيفشل بدو يكون اول شي حب شغله هيدا الشغل بالزيت ما فيك التعاملية ازا ما بتحبيه وانا برأيي ما واحد لازم يفتح مطعم ازا ما بيحب الطبخ يعني المطعم المطعم لازم تعرفي طعم التميك تعرفي تقشعي تعرفي تشمي انا يعني اوقات واحد يعني انا الله عاتيني نعمة بشم كتير منيح ازا في ريحة بشعة على الارض بشمه دونك يمكن لانه بديكون بهالمهنة الله عاتاني هالصفات دونك وبديكون عنديك صبر بدو كتير صبر وبدو ديديكيشن يعني بدك تعطي كتير من وقتك لهيدا الشغل بالزيت ازا ما عنديك هالصبر وهالحب لهالشغلة اعملي شي تاني يعني احسن واحد يعمل شي تاني لانه مانا شغلة هيني وعلى سعيد المناجمنت الواحد تومانج كل هال مطاعم بنفس الوقت والموظفين والمتل ما قلتليك قبل بتعرفي هوا امانج انا شغلة اي مانج شغلة ذوي اي مانج بيتي للحقيقة يعني انا الموظفيني بعتبرون ولادي الديسيبلين بحطة بشغلة مثل ما بحطة بعيلتي انا انا شخصيا هيك بشتغل يعني بعتبر انا الام والموظفين الولاي بشتغل معهم بها الطريقة بالنتيجة مثل ما بتديري بيتك بتديري شغلك بس هو بيبقى اكبر شوي مثل ما بتعمل يمكن اذا بتمضي موظف مثل ما وقتها تقصص ابنك بالبيت هي زيتها يعني ما بدا هالقد وعم تعرف بتديري بيتك بتديري شغلك بزيت الطريقة انا هيك يعني ما كتير بفكر ما بحمل الكتاب ماني حملته للكتاب اصلا انا بالحياة رحت عالجيمة عملت مساعدة اجتماعية اه كمان عملت ما خصني بهالدمان بس اجا عندي بالفطرة هيك عفوية وصرت اتعلم بكل خبرة اتعلم شي تعلمت تكون اروى تعلمت حل امور برواء اكتر مش بتعصيب يعني حتى مش بس بالشكل يمكن من جوة ما بقع عصيب مثل قبل بس بحل يعني بس ما بتنيش ما بقع عصيب قد قبل بس ما بتنيش اول مطعم فتحتيه ببرات لبنان كان دوباي دوباي ادي كانت هالقرار صعب وكيف الواحد بيبلش يفتح مطاعم بره ويكبر انا هيدا القرار مش انا قرارته هيدا القرار حطيت قدام عمر الواقع للحقيقة هيدا القرار اللي اخده هو خي داني هو اللي اخد القرار نفتح بره يمكن انا لو بدي اخد القرار كنت بعد ما وصلت عالداونتاون كانت بعدني بمونو لانه انا كتير بخاف انا اليوم بخاف عكل فتحة بخاف بصير اجل الفتحة بقول لأ بعد ويا ارنات رادي مش هلا يعني فيها تاخد الفتحة معي سنة بس اللي عطاني هالقوة واللي شجعني يلي هو يخد هاي القرارات هو داني الحقيقة وانا الحقه وليلا يلا ويكان ميكت ويكان ميكت وهيك المنيو فيو تاتش ميراي حايق كل منيو بكل مطعم فيو تاتش وبتلاحق هيدا المنيو كله كل الروساتات هنا رساتات للحقيقة اوكي انا انا بعملون مع ايكيب معي بتساعدني تطبقهم ويكون فيهم يعني ما فيه اذا حالة ما بتزقيف بس كل الروساتات رساتات كل الطبخ ما بيتغير في شي اذا ما يعني I have a team I don't have a chef you know I have a team it's a teamwork منشتغيل وهلا اجيت ياسمينا بنتي عم تشتغيل معنا شي زي شافته وعم بتزيد تكنيك كتير حلوة على الطبخ على المطبخ اللبناني اذا بديك تكنيك اجنبة بالمطبخ اللبناني ويلي عم تطلع النتائج كتير حلوة منهم بوناكو كطر ياسمينا بنتي انتش رجعتها تعمل شاف تروح تتعلم شاف او هي لا ياسمينا هي لحالة حبيت تعمل شاف لدرجة وعم تدرس شاف ببرا كانت فورميسون كتير صعبة كل ما تحكيني كنت انا اسأله يعني لا ياسمينا اذا منك حبل عم تعملي وقفة حتى هلا اذا ما عابلك تشتغلي بهالمهنة تربيا عملتلي شاف على قليل على قليل بطلع ستبات وقفة وعمل شي تاني لان هي شغلة كتير صعبة اذا ما بتحبيها بتعرف نيلة فيك تتوزف في بانك فيك تتوزف فيمكن فيك تعمل شي ما تكون حاببتي وتقول ما عليها هيدا شغلة بس هاي الشغلة بالذات ما فيك اذا ما بتحبيها ما بتضين فيها مثل الطبخ بالبيت اذا ما بتحب الطبخ ما عليك جزي بتنجبرة يعني اوقات بس ما بتزبط خليته لانه اول شي ما بيهمه الطبخ كتير هلأ صار يكل شوي اكتر من قبل حبيت يعمل شي تاني وعن ناس وابن حكيم بامريكا دونك شاريف كان بده بس انا ما خليته قلت له خلاص بقلي ولو كيف مشاريف بس عمول شي تاني لانه ياسمينا بتطبخ نبيل بالمانجمنت خلاص بكفي كنت عم تحكي عن التيمورك قديش اليوم في كتير ناس او بيخافوا من التيمورك او بيخافوا ان يكون في حدان عم بياخد عن حدان قديش اليوم بيشغل بكل بزنس التيمورك شي كتير مهم اهم شي تيمورك وانا برأي واحد ما لازم يخاف هو بيخاف بيخاف من التيمورك اللي بيخاف من غيره بالعكس يعني I don't delegate انتبهي نيلا التيمورك انا التيم ضروري بالتنسيق معي يعني بدي اعرف بكل شي عم بيصير لازم اعرف بكل شي عم بيصير يعني هيك بشتغل بس ممنوع يعني إذا هلأ أنت كنت عم تكلي بمشاريف كافة وما عاجبك شي أنا هلأ بعرف لو كنت بقطر رح أعرف دونك أنا هيك بشتغل ما بقدر بحوص بعصي توقع عرفي كل شي والتيم ضروري لأنه هو الشطارة تعملي إيكيب أنا أوقات جاني كتير ناسي ممكن بيدخوا كتير طيب بس ما قدروا يعملوا تيم ما بقيوا معي دونك كتير مهم الإيكيب لحالة واحد ما فيه نجح مستحيل وما فيه كبار والإنسان كمان بذіт الوقت صاحب الشغل كديش مهم هو أنه يكون من الصبح بيلحق شغله وعنده دقة بشغله وكل التفاصيل تضحيين كمان إنسان سر النجاح يعني شو سر النجاح اليوم ايه سر النجاح نتو ديليغيت نتو ديليغيت نتو ديليغيت ة مختصة ề المت يعني مثلا مش أنا أوقفي هلا عم تيدير الكافي يعني عادة فيه بس دات الوقت عارفة شو عم بيصير عبكرة بكير حتى طلبياتي انا الشاب عارف فيها كتير مهم بس تكون انت طالما انت ربط العمل مجبورة تعارفة شو عم بيصير بشغلك بتحب تتجدده دايما بتلاقي كيف تتجدده بكل بروجيه كتير بحب تجدد بحب تجدد لحد الحدود انا بحب الاكل اللبناني الاصيل دونك ما بحب فزلك بالاكل اللبناني واحلى شغلي حدا قال لي ايها مرة رجال كتير كبير بالعمر اجع عم شريف وقال لي عم شريف دليك شغلي قلت له ايه تفضل عنديك بالاكل فيه اصالة اكتر من قصي يعني شي هيك انه فيه اصالة كتير بهالاكلات هيدا كان من اكبر بحياتي لانه تبهي اوقات فيه ناس بيغالبطوا بيفكروا عم شريف فيوجن عم شريف is very authentic يعني برغل البنادورة هيدا رسات الضيعة من مطرح مقناجية كل شي بالعكس بجارب ارجع على الاصالة بس الفرق انه ام شريف معمول على طريقة البيئة يمكن انا برغل برغل البنادورة ببيتي وام شريف صورة عن طبخاتي ببيتي بتجارب اتو امباور اللبنانية الموجودين بالضيع تشاجعيهم البرودكت اللبنانية انا بشري من كتير ناس هني بيجيبوا من الضيع بس انه انا ما عندي وقت تروح لعندن يعني فوت بهالشغلي بس انا كل البشري من عندن الزعتر والمزهر والموارد انا مزهر والموارد بيعملوا ليه بالضيعة بوضي شحرور يعني مشغولين بالمزهر والموارد كل مونتي بالعكس بس يجيين بالضيعة بيكون مبسوطة بقول ليه كتخير الله الله بعطلي هالانسان لانه بتبقى غير مشغولة غير اليوم ان كان بكل شغل في الواحد عم بيكون يا عنده زبونات يا عنده الكلينت كمان الواحد يكون عم بيسمع انا كتير بسمع يعني انا هلأ اذا بتقوليلي انا كنت هذي كل مرة وما حبيت هالشغلي بقوليك تانكيو انا كتير بسمع وكل الكلاينت طبعولي بيعرفوا انه بسمع يعني لدرجة انه كلاينت ام شريف صار هو حامق ام شريف تبقي يعني انا في دائم هم هالعلاقة واحد يكون ما بين ايه با هي you build it ليه انا how I build it انا I build it لانه انا من اول الخوف طبعي خليني خليني اعمل هالعلاقة مع الكلاينت طبعولي لانه بيعرفوا من اول ما كانوا بيقم شريف من البارية بيقولوا لأ ميراي من خبرها لانه هي ما بتريد صفه هلأ اذا عندي كلاينت بالسعودية تنقول اكل شي ما حبه هو بيدالفلي قالوا نحنا بنعرف انه انت ما بتريدي دونك شفنا هيك بالسعودية صار هو هو حمينة صار صار عندي هالعلاقة مع الكلاينت وهيدا لانه كنت اسمعه لانه بخاف بفتكر اللي بيخاف بيضل بيسمعه بيستي هنبل وبتعرفي انه ما بديك تغلطي وبتعرفي انه مانك احسن شي انت اهم شي بدلك عارفة انه انت مانك احسن شي وانه انت فيك تغلطي والاشخاص اللي عم بيشتغلوا بالمطابق فيهم يغلطوا هلما انه الروبو يمكن اليوم تعبنين بكرة زعلنين ما منعرف دونك مجبورة تنبشي على الغلط وتصلحي ماليس تقولي لأ هيدا الصح هيدا اهم شي وما انا معروفة بهيك يعني صرت مشهورة بهالشغلة ملايح عيك الانسان الاخر ما بيتعب وقت اللي بده يدير كل هالمطاعم وهذا شغل ليلة نهار يعني ما بيوقف غير للساعة يمكن تنتين تليت الصبر بلا بيتعب هلأ بديك شايريس هلأ صرت اتعب بتعب من استرس عن جد بتعب من استرس وانا اكتر ساعات ريحة إليهن من 12 وطلوع بالليل يعني من 12 للتنتين هو الأحلى ساعتين عندي بحياتي ساعتين الوحيدين ما بفكر فيهم بشي بقى لأنه كل ما طعم يسكر وخلاص بلا بتعب الحقيقة وهلأ بلاشت تتعب أكتر قبل ما كنت تتعب هلأ صرت تتعب أكتر لأنه صار سترس قوي وبتعرفي ما رأنا فيه في لبنان لاتلي خلى عنا another kind of stress كيف خلي المؤسسات فاتحة كيف مش بس صار كيف خلي الأكل طيب ادي صعب اليوم الواحد يكون عنده بزنس بلبنان كتير هيدا أصعب شي يعني أنا هيدا كل يعني صرت تقول يا محلى الأيام لكن تقعطل فيها بس الأيام لأكل إذا طيب ولا لأ لأنه كنت أنت بوضع ما بهميك لموظف تعطيل بده إيه اللي بيخلي يعيش مرتاح هلأ كيف قدرت تتواجهها كيف عملتها تقدر تكفح صار لبنان مدرسة يعني أنا مشاريف لبنان هو صار كل واحد بده يسافر بيجي بقوله إيه أوكي تفضل يعني صرت بسافر ناس بدرب ناس بسافر ناس بدرب ناس يعني صار كل واحد بيجي عقم شديف بده يشتغل بقم شديف لأنه متأمل أنه بيقدر يسافر شي نهار وأنا سفرت كتير عالم يعني رحت زرت الكافي بأبو ضبي من شي شهرين فتت على المطبخ كل المطبخ الكافي كان عندي كله يعني كله شباب تشتغلوا بلبنان يا هون دونك لبنان هلأ هو مدرسة تيسافر لبرا هيك صار للأسف للأسف وين يعني صار عنا قلق صار عنا قلق كتير كبير أنا عندي موظفين تشتغلوا معي عشرة وخمس عشر سنة يعني كل كيب تضاين يتهل قد سنين تصور يتصدب تفسفرون وجيب ناس غيرون وارجع هيدا قسط نحنا بشغلنا هيدا أهم شي بكل الأشغال الأكيب اللي بتضاين هيدا أهم شي مع أنه بيوصل لوقت لازم يفلو كمينة تغيير له حسناته بس أنه شو أكبر خلي أم شريف يتقدم أكتر وقدر يضل حافظة على المستوى طبعه لأنه بدي إليك شي لوقت الأكسبيكتيشن طبعا الكلاين تكبر كتير بتصير أصعب يعني في مطاعم بيروحوا عليها بيقولوا ياه اليوم أكلنا شي طيب بسمعون بيجوا لعنديك كل شي طيب بس هالشغلة يعني صار المسموح بغير محل ما بقى مسموح عنديك وهذا تشالنج كتير كبير صعب وقليك كإنساني شو تشالنج طبعك بالحياة أنا تشالنج طبعي كمين بتعرفي أنا كتير تعزبت يعني مش تعزبت كتير ضحيت بها الخمس عشر سنة للكاريير طبعي دونك أنا بحلم أنه يضل مشريف هيك متقلق بكل بلد العالم للحقيقة أصعب لحظة صار المشريف يعني صاروا بيروحوا على موناكو بيقولوا لي لا كتر طيب مثل موناكو دوباي قطيب من السعودية سعودية بنفسوا بعضهم صار المشريف بنفس بعضهم يعني هولي حكي كمين الناس بيقولوها مش أنا عبقولها أصعب لحظة بتعتبر حالك مرأت فيها من شهر بكتر كانت لحظة كتير صعبة يعني في التارفي كاني توارشة وخلصة الوارشة وفتحنا دغري يعني ما كان عنا وقت نعمل الترينج اللي بنعمله عادة توازق بيكت شالنج بس هلأ بس فكر فيه سوفنير يعني أنا تبهي أنا اللي بيساعدني أنه الصعوبات بتخلص بنسيها بتصير سوفنير حلولة إلي أنه فتحتها المطعم تعبني كتير خليص ما بقى فكر ما بقى تذكر البشع اللي فيه بتذكر أنه خلاص نجحني وفتح طيب وكمين في الدكار يعني فيك في عندك عندك الدكار عندك كل هول بتتبعيون كلهم نحنا منتبعهم كلهم لأنه هو تنسيق كمان This is a part of the teamwork يعني عندي رامي بوتروس أنا لنا عشر سنين منشتغل ثوى وصار يعرفنا عن الغايب ومنجتمع دايما صرنا كمان الشغل صار فن يعني مبارح كان عندي ساعتين عنده أولت مبارح ساعتين صرنا الاجتماعات نطلع المطعم صرنا منتسلة يعني بنعمله بالتسلة اليوم إذا بدي بخمس كلمات كيف تعتبر الإنسان لازم يكون شو لازم يكون الإنسان تا يكون ناجح لازم يكون متواضع بالكل شي ما يطلع النجاح على يفكر حاله هو ناجح عند عن تتشبل أنه ما في شي بيهزه لازم يكون عنده استمرارية مثل ما قلنا ويحب شغله و ودل عنده طموح يعني ما يقول خلاص I'm fine وصدينا ما عم بحكي عن المادة أنا منو عن المادة اسم أم شريف كتير مهم ما يندق فيه يعني أنا ما بعرف قدي بعمل مصاري ما بهمني بهمني قدي إذا المطعم مليون يعني ماشي الحال إذا الناس مبسوطة يعني ماشي الحال هيدا الشق أنا ما بهتم فيه ميراي حايك أهوتك كيف حلوة أو مرة هي أنا أهوة بالحقي لا هي حلوة حلوة أهوتك حلوة لأنه نشكر الله ذا إكشاري أنا كتير بعتبر حالي مرة كتير مش انصى لأنه الله ساعدني تاكتشف شي بحب أعمله بحياتي وعم بيساعدني تا إنجاح حتى أنا بس اطلع بالغلط بس شوف الغلط بشكر ربي أنه نشكر الله خليتنا إقشع نشكر الله عم تخليني إسمع على طول بشكر ربي على كل شي إذا بالليل إجابة لي فكرة حلوة وعملتها تاني يوم بيقولك أتخير الله خايف خليني فكر هيك مع مين بتشاركي حلوة المر مع خي مع خي بشارك كل شي إذا بدي أخذ اليوم معيك سالفي إذا اليوم في نشيك صورتك إديش اليوم ميرايحاية كم شريف تعتبر حالة راضي عن حالة وعن العملته أنا اليوم راضي نشكر الله لأنه بديك الحقيقة أعملت أكتر شي بقدر أعمله يعني ما في أعمل أكتر من هيك كل طاقاتي حطيتها يمكن كون مؤثرة بمحلات بس مش أصدان ولا تقصير مني يعني هيدا طاقاتي أكتر من هيك ما في أعطي يعني أنا شغلت بمطابخي وقفت أيام بالمطابخ حتى علمت عندي كيف نطفو المطعم بكل شي شركت ما في أعمل أكتر من هيك هنا الساكسس ستوري من الحياة أنا في وراها أشخاص وينجحوا وحتى يرفعوا اسم لبنان للعالمية وأنت شخص من هالأشخاص أنا كتير عن جد فخر وديقلك شايلي عن جد نيلة وصرت حس فيه أكتر هلأ وهلأ لما نكون برة وخاصة بالبلاد يعني ما بيعرفوا بيعرفوا المطبخ اللبناني بس ما بيعرفوا بصورته الحلوة أنه أنا مثلا فتحنا بموناكو ويجوا يقولونا نحن ما معوّدين عن الأكل اللبناني هيك بهالطريقة مش يعني صورة مطعم اللبناني لأن كانت بعد واصلة للعالم مش تستحق توصل بطريقة كانت أحسن أنا مبسوطة إذا نحن سيبرنا نوصلها يعني قدرنا نساهم أنه توصل بطريقة أحلى ميرايحي مرسي شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين اشتركوا في القناة